يهلا بحراتكم مرة أخرى محللنا الفني الرائع كالعادة إسلام سامي للكلام أو الحديث عن مواجهتين مواجهة قوية جدا بين الزمالك والبرامتز وأخرى أيضا بين الأهل والاتحاد إسلام مشرف ومنور كالعادة دايما مبسوط وإنت معايا ربنا خليك زكا كيمو أخبرك إيه أنا المبسوط أن أنا معاك على طول الله قبل بقى الأهل والزمالك والاتحاد وبرامتز والكلام المحلي العظيم جدا اللي شفناه مبارح كان فيه مواجهة كبيرة جدا بين ريال مدريد وتشيلسي كريم بنزيمة ينفجر ينفجر على طول رائع هاترك رائع جدا والنحية التانية أداء غريب جدا من تشيلسي هذا الموسم مش بتكلم عن المبرادة بس الموسم كله فيه نتائج مفاجأة بعد اللقب دول الأبطال نتائج مفاجأة كبيرة لتشيلسي وكريم بنزيمة متواهج بصة أنا هاخد من كلامك الأول ونتكلم عن ريال مدريد سريعا وبعدين نروح لبنزيمة ريال مدريد عنده حاجة غريبة في الـ DNA بتاع الفريق لما بيروح دوري أبطال أوروبا فريق بيتحول تماما حتى ريال مدريد هو ماشي كويس جدا في الدوري السندي على غير مكان الناس الأول متوقعة بيقع أعقاف ماتش برشلونة عنده مشاكل بتحصل في الدوري ولكن بييجي عن دوري الأبطال فرقة تانية خالص فريق كبير فريق عنده شخصية فريق كريم بيمتلك واحد من أهم اللعيبة في العالم السندي كريم بنزيمة هو طبعا أهم لعبة ريال مدريد على مدار السنين حتى من قبل ما كريستاني ويمشي لكن ما كانش ظاهر زي ما هو ظاهر دلوقت كريم بنزيمة هو اللي بياخد ريال مدريد زي ما بيقوله كده على كتفه ويمشي مع احترامنا لفنيس الجونيور مع لوكا مودريدش مع كورتوا ولكن بنزيمة خلي بالك ده تاني هاتريك على التوالي في دوري الأبطال هاتريك في الرومونتاد قدام بي أجي وهاتريك النهاردة في ستانفورد ريتش بره الملعب فالراجل جاي بستة جوان في ماتشين وستة جوان بينقلوا الفريق بقى إيه انت النهاردة من دور الستاشر للتمانية من دور التمانية بتقرب وبتحط ريالك في سامي فاينل دوري أبطال أوروبا فبالتالي اللي هو بيعمله والزكاء ان هو مش مجرد المهاجم اللي بتحرك جوه لسندوق لانه مهاجم بنزل تحت وبالفريق بيطلع علي في التحولات الهجومية بروح على الأجناب بروح يمين بروح الشمال بقولك دايما لو روحت شفت الهيت ماب وللخريطة الحرارة الكريم بنزيمة هتليه بيتحرك هنا بتحرك هنا بتحرك هنا بتحرك هنا بتحرك كل حتة صح فعلا يعني لعب مثالي وكمان الفنش يا كريم فكرة جودة انهاء الهجمة كرة الجول الأول ان هو بدأ الهجمة وراحه وتوجيهة الرأس دي بتاعت كريم بنزيمة حاجة غير عادية كرة تجي لكات حيث ان هو نزل براسه لتحته ومرجح راسه فالكرة تروح في الزاوية دي فالحقيقة الكريم بنزيمة موسم استثنائي وهو النجم الاول في ريال مدريد طول الموسم بصراحة حتى غيابه في ماتش برشلونة كان مؤثر جدا 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 للفريق على كل الأسعاد شلسي بص شلسي في حاجة غريبة يعني خلاني نقول ان شلسي اصلا بيمر بظروف غريبة موضوع بعنادي وموضوع ابراهاموفيتش وموضوع اللعيبة كتير بتتصاب عند طخل ولكن هو محتفظ بالمركز التالت بنسبة كبيرة في الدوري فكان امله الاخير هو الشامبينز ليج اللي بيحصل مع تشلسي ده غريب جدا الفريق مهزوز الفريق عنده مشاكل الفريق حط بوجت كبيرة جدا في لوكاكو ولوكاكو في نص الموسم تصرحات غريبة فبالتالي ما بقاش عنده الفرايتي اللي كان موجود لوكاكو ده كان الصفقة اللي بتقول هتكمل بيها سكواد تشلسي فبالتالي ما بقاش متواجد ولكن الفريق عنده مشاكل دفعية كتيرة جدا الفريق عنده مشاكل متبقاش فيها وإيه اللي بيحصل؟ روديجر غريب قوي بقاله فترة مستوى متراجعة جداً حتى ميندي من ساعة ما راجع من كاس الأمم برضو عنده مشاكل كبيرة جداً حقيقة يعني كل الشعب المصري وكاس الأمم يعني كل اللي اتفرج على المطش مبارح افتكر الكرة بتاعت ميندي دي وقال لك وانت ما عملتش كده ليه في مطشطنا ولكن ميندي نفسه مهزوز الديفنس كله مهزوز في شوية مشاكل في الفريق ككل مشاهدي منظومة تخل اللي كانت معمولة السنة اللي فاتت ولكن اعتقد يعني بنسبة كبيرة هو خلاص يعتبر بره دوري الأبطال شلسي محتاج عادة حاجات كتير يعني طيب جزرال فريرا مع نادي الزمالك بدأ يحط إيده النهاردة فوق أو مبارح كان فوس كبير معناوي رائع وفنياً طبعاً أداء الزمالك كان فيه كثير من المميزات وأكيد كثير من الرعيوب لسه قائمة في تشكيلة نادي الزمالك وطريق نادي الزمالك اللي أكيد يعالجها فريرا في الفترة اللي جاية شفت الزمالك إزاي قدام براميز وشفت كمان براميز ليه فرط في فوس كم ممكن يحقق على نادي الزمالك بصد حاخد من كلامك قصة فريرا فريرا النهاردة ده ربع ماتش ليه مع الزمالك ثلاث ماتشات في طولة أفريقيا خسر واحد وتعادل اثنين النهاردة أول مكسب ليه في الدوري قدام خصم مباشر حالياً في المنافسة على المركز الثاني عشان اللي يكسب يحاول يلحق النادي الآية فبالتالي مكسب معناه كبير جداً يعني زي ما بيقولك درب عصفور بحجر ده درب كمية عصفير كبيرة جداً الزمالك النهاردة كمان غيابات مؤثرة غيابات كبيرة في القايمة أما المدرب بينتصر للفريق ولما يكون فيه منظومة لعب وأي حد بيلعب بيشتغل ده الكلام المهم جداً إن الزمالك النهاردة في ررا بيوصل ميسج لكل إن اللي حيلتزم هيركز حيلعب عندي إصابات ما عنديش إصابات أنا شغال صح فهو دي أهم نقطة الأول اللي الزمالك اكتسبها النهاردة طيب قبل ما نروح للحالات الزمالك بدأ أربعة ثلاثة ثلاثة بطريقة فريرة اللي إحنا كلنا عارفينها أربعة ثلاثة ثلاثة دي يا كريم فيها نقطة مهمة جداً بالنسبة للزمالك فهو النهاردة كان نحوض الطريق حامد هنا على يمينه أم حمد أشرف روع على شماله إمام عشور إمام عشور بدأ هنا لمدة 22-23 ديئة وأوتوماتيك فريرة قم بدأ للأدوار جايب إمام هنا وجايب رؤى هنا أربعة ثلاثة ثلاثة التقليدية لجزوال البريس بالزبط ولكن أول ما الزمالك بيمتلك الكورة بتلاقي الراجل ده إمام عشور جي هنا يوسف أوباما اللي عمره ما كان لعيب طرف دخل في قلب الملعب بنشارقي كده فالزمالك بقى أقرب لأربعة ثلاثة ثلاثة واحد إمام عشور بقى هو اللعيب رقم 8 اللي بتحول للجناح بتاعه والحقيقة إمام عشور لعيب حاليا ما شاء الله بيتطور جدا يلعب باكرايت يلعب 8 يلعب جناح معندوش مشكلة السكر دولي كبير كمان طبعا خبرات كبيرة جدا فبالتالي إمام عشور بقى هو اللي بيه هنا في شكل زمالك بقى أقرب لأربعة ثلاثة ثلاثة واحد وهو بيهاجم أول مكورة تقطع الزمالك بيرجع عادي جدا للأربعة ثلاثة ثلاثة بتاعته ولكن الزمالك اللي عنده مشكلة كبيرة جدا في الماتش ده فريرة عالجها الشوت تاني لكن بعد فترة كبيرة يا كريم وهي حمزة المسلوسي حمزة المسلوسي واحد من اللعيبة اللي حاليا بيمره بموسم هو محافظ على مستوى الأوليل صح يعني للأسف حمزة المسلوسي كنت لسه بقول في المقدمة النهاردة أو قلت إنه من اللعيبة اللي السنة اللي فاتت ختمت بشكل رائع جدا ده لعب 8-9 مباريات وراء بعض بشكل ممتاز وكانت في لعب دولي تونسي مظبوط بس الموسم ده هم حافظ على مستوى أوليل مظبوط هو ده الوصف الصح السنة اللي فاتت الزمالك لما حسم الدوري آخر 7 ماتشاط كان حمزة المسلوسي واحد من نجوم الزمالك صح حاليا هو واحد من صغرات نادي الزمالك حمزة المسلوسي هنا بيرمدز كابتن إيهاب جلال بدأ بأربعة تلات تلاتة وغير حاجة إن عبدالله السعيد وإبراهيم عادل بيتنوب على المكان ده والمكان ده بسبب إصابة رمضان صبحي وهنا بيلعب فاجري لكاي وأوتوماتيك توريه ودونجا ووليد الكارتي بيرمدز كان عنده ميزة كبيرة جدا إن أولا اللي بيلعب هنا إبراهيم عادل بيخش القلب الملعب كده يا كريم فبياخد معها حمزة المسلوسي أوتوماتيك فبتلاقي مساحة كبيرة جدا فاضية هنا بيتحرك فيها على طول محمد حمدي ييجي في المساحة الجبارة اللي كانت موجودة هنا لدرجة إن 8 أو 9 فرص بمعنى الكلمة اتصنعوا الشوت الأول للزمالك من المساحة دي لأن أوباما مش لعيد طرف فأوباما لما بيرجع يدافع كأنه خامس لو تفتكر أدوار اللي كان بيديها كيروش اللي عبت منطقة مصر وبيديها ساعات موسيماني لما بيرجع يدافع بخمسة أوباما عمره ما هيعرف يدافع هنا ومش تقليلا من أوباما لكن هي قدراته كده ما يقدرش بس حاول أنا شفت في البوزيشن ده كتير إمام عشور ومن المفترض إن إمام عشور كان هو كمان هو حاول كتير مع أوباما وبعدين بقى يخلي أوباما هو اللي يرجع يدافع هنا فإمام عشور هو اللي يرجع يتمركز هنا ولكن لعيبة بيراميدز ما كانتش بتجمع بس الكرة هنا عشان تلعبها بيراميدز كان بلعب لعمة وباش الكرة جاتلي حلقة في ظهر حمزة المسلوسي على طول اللي حصل الشوت التاني إن الزمالك بدأ يتدارك ده يحسب للزمالك ولا يحسب لفيراميدز النقطة المهمة بتاعت الشخصية إن أنا النهاردة فيراميدز بالسكواد ده موجود مدير فني كوفق زي كابت النهاب جلال قدام النادي الأهلي استقبل ثلاث تجوان وخسر في المنافس مباشر النهاردة مع الزمالك اتأخر اتعادل اتقدم فالزمالك النهاردة هو اللي بيدافع فيراميدز متفوق فجأة النتيجة تقلب لتنين اتنين تلاتة اتنين ماتش صعب جدا إنه فيراميدز فريق بالإمكانيات دي حتى هو على سبيل الكونفادرالية ميروحي لقاب مازين بيمان فعش بقنا متقدم في النتيجة ويرجع يخش فيك جون ولا اتنين لكن هو ماتش كلاش كبير بين فرقتين كبار فبالتالي فيراميدز عنده مشكلة في القصة دي كابتن إيهاب جلال في الأربعة تلاتة بتاعته دي كان بيحاول يستغل على طول حمزة المسلوسي اللي حصل الشوت التاني في دي أربعة وستين إصابة حمزة المسلوسي اللي عمله فريرة إنه هو نزل محمد عبدالغاني والأول محمد عبدالغاني نزل لقاب كباكرايت وبعدها بشوية منزل مرجع إمام عشور بقى يلعب هو الباكرايت وتحول شكل الزمالك لخمسة أربعة واحد فالزمالك بقى بيدافع بخمسة أربعة واحد وده الشكل اللي خلى الزمالك أفل أطراف الملعب كلها محمد عم عشور عبدالغاني محمود علاء الوينش محمد عبدالشافي بعدها بإصابة اللحظات نزل حازم إمام لعب باكليفت خلي بالك حازم إمام نزل لعب باكليفت وبعدها انتقل الناحية التانية رجع هذا الشكل اللي انت بتقول عليه بالزبط بالزبط إحنا لو وقفنا الهجمة هنا هتلاقي إن الزمالك هنا بص بالزبط كده بص الزمالك بيدافع إزاي بص أشرف بن شارق بيدغط في ظهره عبدالشافي وقادي اللعيبة الخمس مدافعين وده الشكل الوحيد اللي خلى الزمالك النهاردة يتفوق على بيرامد الشوت الثاني ويقفل الجبهة الشمالي اللي كان فيها مشكلة كبيرة جدا من لعيبة بيرامد واخد بالك النهاردة الكرة عدت من الباكريت في ظهره على طول في سنتر باك محمد عبدالغاني مغطي فتلأول الكرة بتتلاعب في ظهر إمام عشور في ظهر حمزة المسلوسي بتعدي بتلاقي الكرة شبن المقراض وماشي الكرة دي كمان ومحمود علاء قريب بالزبط وقال لك بصوا على طول محمود علاء شال الكرة على طول فبالتالي الشكل ده خليباك ده شكل جديد على فريرة شكل جديد على الزمالك بس النهاردة الرجل اللي جاء له لأنه كان عنده مشكلة نحية الليمين وبعدين نزل عبدالله جمعة كباكليفت إسلام جابر راح ونص الملعب وراء حزم بقى باكريت فإذا مالك بقى يلعب خمسة أربعة واحد أحترم جدا المدرب اللي يبقى فايق وصاحي ويقرأ مشاكله ويعرف يحلها أي فرقة في الكون ممكن تبدأ المباراة ببعض الصغارات المدرب اللي قدامك بيبقى بيذكرك وعالج صغاراتك المهم إن انت تقدر تعالج الصغارات دي أثناء المباراة ودي واحدة من قوة أو قدرات جوز والدوفرير طبعا الكوتشنج بتاعه الرجل مدرب كبير عنده خبرات كبيرة جدا النهاردة بيقدر كمان أنا فوجئت إنه نزل حزق يعمل لعب بيكليفت وبعدين التغييرات في الملعب ديه كريم معنا كده أنا معنديش مشكلة حلعب واحد في أي مركز جديد بس هو بيلعب هو حافظ هو بيلعب هو عارف هيعمل إيه وبيتحرك فين لكن زي ما أنت بتقول فريرة تدارك الموقف أنا شايفه تداركه كمان متأخر إن الزمالك كان ممكن يستقبل أكتر ولكن الشكل ده من بعد مغير لخمس مضافعين وراء شكل الزمالك اختلف تماما وبقى قادر يعني يقف قدام الجبهة الكبيرة جدا لكن عملها بيرامدز من ناحية الشمال طيب أنا بقى مستغرم من بيرامدز بيرامدز قدام الأهلي قدام الزمالك داخل فيه ستة أهداف يعني هنا تلاتة وهنا تلاتة بغض النظر أنه نسجل النهاردة في الزمالك وأنا بتكلم على فريق من المفترض أنه وقايا يعني بينافس على الدور حقيقة أنت بتخسر من المنافسين الرئيسيين لك الأهلي والزمالك وبنتائج كبيرة إيه المشاكل عند بيرامدز دفاعية تخليه خش في الأهداف الكتير وخد بالك النهاردة هو سجل في الزمالك هدفين ولو تتذكر مباراة النادي الأهلي هو أضع برضه فرص عديدة جدا وكان ممكن يسجل في الأهلي هو بيوصل كويس بس واضح أنه عنده صغارات دفاعية واضحة جدا طبعا بيرامدز عنده مشكلة دفاعية واضحة أولا قلنا نقول أنه زي ما تكلمني عن حمزة المسلوسي حصل نفس الكلام ده بالزبط عند جابهة أحمد فتحي أحمد فتحي النهاردة الكورة اللي أشرف بن شارقي راح سجل منها دي الكورة الأولينية وبعدين كورة تانية أحمد فتحي بيطلع يتقدم بيروح يلعب النهاردة كبكرة وبيكمل بس رجوع أحمد فتحي بدانيا أولايل جدا فكان أوتوماتيك أشرف بن شارقي بيروح يتحرك كده عمر السعيد بيروح يميل في ظهر أحمد فتحي عشان يستلم الكورة ويلعبوا الاثنين مع بعض الكورة دي اتكرارية الشوت الأول ثلاث مرات ومرة الشوت التاني فمشكلة في التحولات طيب كل ما لعيبة بيروح بتتفتح المساحات أكتر كل ما بيكون عند الاثنين سنتر باكس اللي هم علي جبر واحمد سامي مشاكل أكتر أولا الاثنين لعيبة كويسين جدا في العالي كويسين جدا لما المساحات تبقى قريبة من بعض لكن هتتدي له مساحات قدام لعيب زي أشرب بن شرقي أشرب بن شرقي هيعدي خاصة أنه بن شرقي واحد دي واحد هيعدي هيعدي عدى في كورة شالها شريف إكرامي الشوت الأول هيعدي ولكن فيراميدز بالكواليتي اللي عنده ده إنه هو يستقبل ست جوان في الماتش عنده مشكلة وعنده مشكلة كمان في نص الملعب منظومة الضغط بتاعت فيراميدز فيها مشكلة فكرة بناء الهجمة من تحت أنا وجدنا رغم أنه في الماتش الزمالك بيراميدز ما كانش عنده مشكلة الزمالك كان بيدغط لكن الضغط بتاعه ما قادرش يستحوز أو ياخد الكورة زي ما الأهل عمل في الماتش بتاعه ولكن فكرة طول الوقت إن أنا ببدأ الهجمة من تحت دي يا كريم فكرة مميزة جدا لكن فيه وقت من الوقت ما ينفعش أبدأ أعمل كده ما ينفعش النهاردة يبقى طول الوقت لازم أبدأ الهجمة من عند الشريف إكرامي وهتروح الاثنين سنتر باكس وأبدأ أشتغل بالتدرج بالكورة الطبيعية لأن كواليتي المنافس بتاعك مختلف تماما النهاردة في العبيد بيراميدز ضيعت فرص كتير الشوت الأول وفي نفس الوقت أنت بتعاني مش هتقدر يطلع بكورة قدام الزمالك قدام الأهلي بالسهولة اللي بتطلع فيها في ماتشاط الدوري أو في ماتشاط الكونفترالي المراحل الأولينية فعشان كده بيراميدز عنده مشكلة ولكن يبقى بيراميدز أنا وجهة نظري عنده مشكلة بتاعت إمتى حتصدق أنه تقدر تنفس إمتى نفسيا هتبقى عارف أن أنا وأنا بلاعب الأهلي بالسكواد ده وأنا بلاعب الزمالك بالسكواد ده أنا أقدر أكسب أنا بقولك النهاردة بيراميدز بعد ما تأخر قدام الأهلي ضيع كورتين ثلاثة الأهلي عقبه جاب التاني وجاب التالي النهاردة بعد ما تقدم على الزمالك إذا مالك عقبه وسجل التعادل وجون المكسب بالضبط والفرقة الكبيرة دي لما بتتقدم صعب بقى ترجع في النتيجة من المفترض لا وإنت من المفترض لو أنت بقيت مصنف واحد من الفرقة كيفية دي مباراة الأهلي والإتحادها هنرجع هنجيلها دلوقتي إنها كنت نواحة من المفترض إنك من الفرقة الكبيرة دلوقتي اللي بتنافس أنت برضو تبقى كده إنك لما تسجل وتتقدم مش المفروض مش بسهل إن الفريق يرجع يسجل فيه الجون والتاني صحيح طيب نروح لهذه المواجهة بما إنها جات هدف الأول هدف ميكيسوني ده كان هدف حلو جدا أنا قلت النهاردة هدف ماركة محمد صلاح هدف ماركة ميسي كريستيانو هدف مرادوين اللي تنفع محمد صلاح بقى برند طبعا هدف ماركة محمد صلاح بالضبط هي ميكيسوني ميكيسوني خباية جايب جولين مع الأهل الجولين حلوين جدا حلوين قوي يعني الجون اللي فات برضو وعتخصه ماتش المقصة التحرك باللوب وجول النهاردة جول مبارع ده جول حلو جدا غريب بقى ميكيسوني في حاجة قبل ما نخش في تفاصيل فنية في المباراة إنه يسجل أهداف حلوة إنه يديك لقطات حلوة بس إنه إنت جيت قايمته على المباراة بشكل عام في أي مباراة بيلعبها ما تقدرش تديره تقييم كبير صح صح ليه بص أنا لسه مش قادر أكون قناعة كاملة عن لويس ميكيسوني أولاً هون ما بيشتركش كتير ثانياً هو بياخد مطشاط دايماً مش فسط القوامل الأساسي للنادي الأهل أيوة يعني النهاردة الأهل يعمل روتيشن في 4-5 لعيبة عواميد في الفريق صح السلية النهاردة معالي معلول محمد شريف أفشة أنت النهاردة عندك معكم الإحترامل الموجودين كل اللي موجودين في الأهل بيسد ولكن أنت النهاردة دايماً حط اللعيب في المنظومة الطبيعية وبعدين احكم على ميكيسوني صح ولكن واضح أنه هو مصنف ميكيسوني أنه هو كلعيب بديل بديل ومش في كل المطشاط كمان ده فيه مطشاط يبقى الأهل يحتاج ينزل فيها لعيب ما بيلجأش لميكيسوني خالص ولكن هو أنت مش قادر تكون عنه قناعة لغاية دلوقتي هو مميز في إيه هو بيتحرك إزاي ولكن هو لازم يلعب في 4-2-3-1 هو برضو زي أفشة يعني مش بيمشي أو في 4-3-3 ولكن نما بيلعب في 4-2-3-1 بتليه بيتحرك على الأطراف بيتحرك يمين شمال ودايماً مع الجناح الثاني بيعمله السويتشات طول الوقت ميكيسوني لعب كورة زي دي بس اتعمل لها بلوك ضعيفة في الشوت الأول من ناحة اليمين بيمينه ورجع حطها بشماله الراجل بيقدر يلعب يمين شمال بيقدر يتحرك كويس جداً ولكن لسه أنا كأسلام فعلاً مش قادر عن أكمل القناعة الكاملة محيط الراجل ده يعني هو صفخة ناكحة للأهلي بكل المقييس ولا لا ولكن هو النهاردة كل مرة بيقدم بصمة ولو خفيفة حتى في شكل جمالي في الجول بس هو محتاج ياخد فرصة أكتر محتاج يبان أكتر كمان في ماتشاط في وسط تشكيل أهلي الأساسي طيب في سؤال هو السؤال العريض عند جمالية نادي الأهلي الأهلي بيكسب وأنا قلت أن دي ميزة أنك بتقدم مستوى جيد أو متقدمش مستوى جيد وتعرف تكسب ده نجاح كبير جداً المدرب واللعبين بس أداء الأهلي محير المستوى محير يعني ما تقدرش تقول إيه مع النتائج العظيمة اللي الأهلي بيعملها في البطولة الأفريقية أو الدولة دلوقتي أنه الأهلي بيعمل كورة جميلة أو كورة عملياً عظيمة ليه؟ إيه مش كعاش تقدر توصل للمرحلة النتائج الجيدة اللي بيعملها الأهلي فعلاً والأداء الجيد كمان بص أنا شايف أن الأهلي عنده سكواد كبير ولكن فعلاً فيه جزء كبير جداً من لعبة النادي الأهلي مرهقة وتعبنة جداً فكان طبيعي أنا شايف أن المسلماني قراره أنه يعمل روتيشن في الموطس ده قرار إلى حد كبير ده تحديداً علي معلول صائب علي معلول كان يسحب علي خلاص بقى كفاية علي معلول خلاص مش قادر خلي بالك أن علي معلول زي إذا لعبت نادي الأهلي في المنتخب لما الدوري بيقف و بيقفى 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 مع منتخب تونس ده مش بس كده ده علي معلول حتى في الموبارات اللي كان بيحصل فيها روتيشن في الدوري للأهلي كان هو الوحيد اللي ما بيطلعش بطلبت الحقيقة ودي نقطة تقول إيه إن كريم فؤاد لعيب بيكتهد كتير جداً لما بيلعب باكلفت محمود وحيد اللعيب بيكتهد كتير جداً ولكن دايماً بتحس إن الفرق ما بين كواليتي علي معلول مع كامل الإحترام من الاتنين كبير فعشان كده علي معلول مش من اللعيبة اللي سهل يتعمل له روتيشن في الأهلي ولكن واضح نقص تنزف بدنياً أنا بشوف إن أهلي محتاج يوصل تاني لتثبيت طريقة اللعب أنا دايماً بحس إن طريقة اللعب بتاعت النادي الأهلي واللغبطة اللي حصلت من أول سيزن لغاية دلوقتي دي أحد الأسباب المهمة جداً اللي هو 3-4-3-4-3-3-4-2-3-1 كل شوية تغيير في تريد بالزبط 4-4-2 أحياناً 4-4-2 أحياناً مثلاً ماتش سانداونزل تاني اللي جاء اللي كده عشان عايز تعدل في النتيجة ولكن في الآخر إنت لازم يكون عندك باترن سابت صح آه حلو إن أنا النهاردة يكون عندي من المرونة إن بحتاج في وقت من الأوقات إن أنا أرجع حمدي فتحي في ألايبها 3-4-3 لأ أنا حال عبر 4-2-3-1 عشان عايز أهاجم ولكن ما ينفعش كل ماتش أنت بتحس كده الأول بدأت بأربعة 3-4-3 كتير وكان الأهلي في الفترة دي من أحسن ماتشات الأهلي في السيزن ده لو تبتكر في بداية الدوري بعدين 4-3-3 على فترات ماتشات معينة ومنهم ماتش مثلاً سانداونز اللي في القاهرة اللي الأهلي عمل فيه ماتش كويس جداً في دوري المجموعات وبعدين 4-2-3-1 وسابت 4-2-3-1 صحيح فبالتالي إنت عندك عناصر هل هو بيعمل كده عشان عايز أستفيد من أفشا عايز أستفيد من عبدالقادر عايز أستفيد من اللعيبة دي كلها تكون تحت محمد شريف عايز بس قبل ما أروح للختم أسألك على كريم فؤاد كريم فؤاد المباراة تانية على التوالي بيقدم مستوى جيد مع النادي الآتي دفاعياً وهجومياً رأيك كيف أداءه كريم كريم لعيب بروميسين جداً لعيب كويس الفكرة كلها بقى أنت لما تجيلك فرصة تمسك فيها أنا دي وجهة نظر ودائماً إحنا بنخش في النقاش بتاع الباكرايت بتاع منتخب مصر بزابط كده أنت النهاردة عندك فرصة كبيرة جداً أنا قلت كده النهاردة قلت إحنا أنا يعني إيه لا بتحسس الباكرايت الديني بقى باكرايت في مصر يلا يا كريم شد حيلة وكريم بقى باكرايت وكريم باكليفت كريم بيقدر ليلعب الاتنين فكل بالك كريم بك شوية اجتهاد وتركيز ممكن يبقى بديل الأول لعلي معلول ويمكن يبقى هو الباكرايت الأهلي مندي الأهلي ولكن كريم بيتحسن كتير جداً كان محتاج لثقة بتاعت المطشاط اللي فاتت دي عشان يبقى عارف أن أنا نهاردة ممكن يبقى ستاندينج وأنا ألعب لا لأ محمد هني لما يرجع من الإصابة أنا حقدر أكمبيت هو فعلاً في أمبي أو حتى مع النجوم كان يلعب الباكرايت دي بامتياز ويلعب كليفت باكرايت بامتياز عادي ما عندوش مشكلة في الاتنين هي الفكرة كلها أنه هو عارف أوجبات المركز هو لعيب حريف عنده ووركريت كويس دفاعياً بيعرف كمان يقف يتمركز كويس ودي نقطة مهمة إن أنا ما بقاش باكليفت أو باكرايت وأنا مش عارف أنه وقف فيه مظبوط تعالوا نشوف جدول ترتيب الدولي الممتاز بعد هذه المباراة منافسة كبيرة جداً على القمة تعالوا نشوف جدول الدولي الهلي في الصدارة بواحد وثلاثين نقطة والزمالك في المركز الثاني بتمانية وعشرين نقطة وبنامز في المركز الثالث بستة وعشرين نقطة طبعاً فيه فرق مباراة للأهلي سموحة في المركز الرابع بثلاثة وعشرين نقطة ثم فيوتشار في المركز الخامس بتسعتاشر نقطة ويلي البنك الآلي في المركز السادس بتمانتاشر نقطة وفي المركز السابع فاركو بسبعتاشر نقطة المصري في المركز الثامن بستاشر نقطة في المركز التاسع بخمستاشر نقطة وفي المركز العاشر سيرامية كيلو باترة في باربعتاشر نقطة ايضا في المركز الحداشر Latifahl قبل اخير مصر المقصة بتسع نقاط والإسماعيلي أخيراً بثماني نقاط إسلام أنت شرفت ونورتك العالى دايماً بس تمتع جداً جداً بتواجدك معنا ربنا خليك يا كريمانا اللي بي مبسوط جداً معاك ودايماً مبسوط هنا برقم عشر أشكرك يا إسلام شكراً جزيلاً دي كان نهاية حلقتنا النهاردة من رقم عشر يارب تكونوا استمتعتوا معنا واشوفكم يا رب على قرار